سابو وعملوا أغنية لوحدهم ودولوا الصابونة هياخدوا فلوسها لوحدهم وجايبين راقصها معاهم درب الحتة اللي على الحبل واللي عاملة شيء وشويات طلع يخبط فيهم بالأدب والاحترام الفلوس ما بتشبعش جعان ولا بتعلي الواطي وقلة الأصل فيكم وميقوس منهم يتعلموا الاحترام والأصول كواليس خنائة حمو بيكا مع عمر كمال وحسن شاكوش متربين المهرجانات الشعبية يا ترى ازاي وقف بعض كده هل فعلا ازحلقوا من الأغنية دي ازاي حمو بيكا ظهر لابس فردة وفردة كده ايه كواليس الخنائة دي ازاي سابو وعملوا أغنية لوحدهم يا ترى ايه رد حسن شاكوش وعمر كمال علي لحمو الدايق من أغنية دي بالذات تفاصيل غريبة هتسمعوها في الفيديو ده بس خليكم معنا للآخر بيروجوا الأغنية جديدة طلعة فيها راقصة الكل بيتكلم عن جمالها وإنها تغلب صفينار وهتقعد كل اللي على الساحة في بيوتهم حمو بيكا بقى شايف ان اللي عمل الفلوس بيصرفها عشان يقدر يجيب غيرها لكن اللي عملته الفلوس بيخاف يصرفها وده عشان هو من غير الفلوس دي هيكون ما يسواش أي حاجة بين الناس حمو بيكا يسكت على كده؟ لا أم لابس طاق مجامد ولبس الكوتشي بتاعه فردة وفردة ويتكلم عن الأصول دي ما لهاش علاقة خالص بالغتناء أو الفقر ولا حتى بعلم أو جهل وإن اللي بيحصل ده قلة أصل وليها علاقة كبيرة قوي بالبيئة والبيت اللي خرجوا منه شايف إن أي حد بيتكلم بلغة الفلوس ويقول أنا معي وبعمل كذا يبقى المفروض الناس كلها تبعد عنه خالص وما تتكلمش معاه أصلاً لزي ده رصيده ثراب مجرد وهم مش راجل بحقه حقيقي يعتمد عليك في أي أزمة أو موقف يعني علي حموا بيكا شكله متضايق لأنه كان تقريباً هيبقى معهم في الأغنية دي وغدروا بيه لدرجة إنه قالهم الأصول محدش بيتعلمها ويا إما تكون متربي عليها للأسف في ناس كتير ما يقوس منها بيفهموا الأصول والاحترام غلط المفروض تعزز نفسك وتبعد عن الشخصيات دي عشان ابن الأصول يؤتمن في عدوته وقالي للأصل لا يؤتمن حتى في صدقته كلام حمو بيكا جاي بعد ما عمر كمال قرر يتعاون مع حسن شاكوش من جديد بعد أغنية بنت الجيران وعمل أغنية اسمها أطر جايلك وبعد ما نزلوا فيديوهات من الفيديو كليب بتاع الأغنية ظهرت في راقصة بترقص جنب عمر وشاكوش الدنيا تقالبت والأغنية بقت ترند من قبل ما تنزل طبعاً كلنا عارفين صداقة حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال وبيطلعوا يهزروا سواء وكل حاجة في فيديوهات مع بعض عملوا حفلة في العيد اللي فات في الساحل عملت ضجة كبيرة جداً في مصر كلها بس الجمهور شايف إن كلام حمو بيكا مقصود بعمر كمال وحسن شاكوش وإنهم ما رديوش يخلوا يبقى معاهم في الأغنية وفي كلام إنهم هينفصلوا في الشغل عن بعض أما عن رد حسن شاكوش وعمر كمال على حمو بيكا فهم سكسين خالص لحد دلوقتي ما ردوش عليه كأنهم ما شافوش أي حاجة بس يطرى فعلاً حمو بيكا يقصدهم هما بالكلام ده ولا مجرد كلام علشان يعمل جدل